الزمالك بيعرض على رمضان صبحي 40 مليون في الموسم والراجل رفض العرض أملا في العودة للنادي الأهلي ورضى الهجاص مش عايز يهدى على الكابتن والحراء والمشطشط إمام عشور تحياتي لكل أخواتي وأخواتي الأهلوية في كل مكان يارب تكونوا بصحة وبسعادة وفي أمان أنا هاني الشرقاوي ودي قناتي قناتي الأهلوية على اليوتيوب النادي الزمالك عمل صفقات كبيرة وكتيرة والعدد في اللمون بيجيب يعني الدولة فتحت له خزائنها وقالت له اكبش وهات اللي انت عايزه زي ما انت عايزه ما يهمكش الفلوس عايز مليار خد مليار عايز اتنين مليار خد اتنين مليار عايز دولارات خد دولارات عايز تسدد ديونك لدى الفيفا عشان القيد خد فتحوا له الخزائن على مصرعيها ونادي الزمالك يعني ما حرمش نفسه اي لاعب حطت عينه عليه بيجيبه ودي شطارة ودولة بتساند ومسؤولين بتساند ويعني ويقولك ده النادي الاهلي نادي الدولة ولكن ده مش موضوعنا وده مش مساق الحديث بتاعنا او مصار الحديث بتاعنا لكن في الاقوانة الاخيرة تم مفاوضات رسمية مع رمضان صبحي يعني عشان ينضم النادي الاهلي للنادي الزمالك علشان يبقى في مكايدة للنادي الاهلي علشان يقولوا ان احنا جبنا ناصر ماهر اللي كان بيلعب عندكم احنا جبنا احمد حمدي اللي كان بيلعب عندكم احنا جبنا رمضان صبحي اللي كان بيلعب عندكم وردينا الصاع 3 للصفقة بتاعتين ما ماشور المشاطشط اللي هنجيله بعد شوية ولكن رمضان صبحي رفض رفض قاطع العرض بتاع نادي الزمالك على الرغم ان هو يعني عرض كبير 40 مليون في الموسم مش الليل ومعروض على ان هو يوقع 4 مواسم ولكن الراجل رفض املا في العودة للنادي الاهلي واملا في ان جماهير النادي الاهلي سامحوا من جهة والكابتن الخطيبي سامحوا من جهة اخرى وفي عزاء الكابتن والمرحوم الوزير العمري فاروق كان حاضر وراح قبل الخطيب فيما معناه يعني ان انا بتاع واجب ومش ناسي في قطاع كبير من جماهير النادي الاهلي قالت احنا مسامحين رمضان صبحي وعفى الله عما سلف والراجل كان صغير والفلوس زغللت عينيه وقطاع كبير ايضا رافض عودة رمضان صبحي مرة اخرى للنادي الاهلي انت كاهلاوي ايه رأيك رمضان صبحي يعود للنادي الاهلي ولا رمضان صبحي انت رافض عودته للنادي الاهلي هل انت كاهلاوي ممكن تسامح امام عشور ان هو يعني عفوا مش اما معشور رمضان صبحي هل ممكن تسامح رمضان صبحي انه هو قعد مع كابتال خطيب وداله كلمة انه هو خلاص موقع اخود مع النادي الاهلي ومشي وراح على بيرامدز هل زغلالة الفلوس والزن على اودان وكان ليها تأثير السحر وشوال الفلوس اللي ترامى او شوال الدولارات اللي ترامى تحت رجله كان له بريق اخر لكن لما الرجل مشي من نادي الاهلي وراح بيرامدز شاف انه هو خسر ماديا ومعنويا كتير وخسر يعني شعبية جارفة ممكن كانت تفرق معاه في مسيرته حتى تواجده في المنتخب يعني عدم وجوده في النادي الاهلي اثر عليه فانت كاهلاوي لو انت مكان الخطير لو انت مسؤول في النادي الاهلي هل رمضان صبحي يعود مرة اخرى للنادي الاهلي ام لا ده الشق الاولاني من الفيديو بتاعنا اما الشق التاني خاص برضى الهجاص اني مش شايف غير امام عشور وحش في مسيرة المنتخب يعني لما بيجي يتكلم على المنتخب امام عشور بياخد نصيب الاسد في النقل ده امام عشور تسبب في الهدف الاول على الرغم ان ده هدف الاول اللي بيحكي عنه اصلا اللي باع نفسه فيها حجازي مش امام عشور ومع ذلك كلك امام عشور هو المسؤول عن الهدف اللي سكن مرمانا تاني هدف لا ده امام عشور هو اللي مسؤول عنه وتغاضى تماما ان فيه خط دفاع مسؤول عن الهجمات وعن 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 لكن ما تكلمش نص كلمة على زيزو المحلي اللي ما عملش اي حاجة في المباراة اللي اشترك فيها بالعكس ده كان بيوشيد بيه هو ومصطفى بسلة او مصطفى فتحي اللي تسبب في كورة عنده 18 عايز لبس الواد كبري رحت الكورة مرتدة وجاية الواد خدها وراح مسددها اه كان وسط اربعة ولكن اتهيئت له وكان موضع المدافعين ما كانوش يعني كانت اكلناها ايه جاية كده هجمة مرتدة او هجمة كده باي لق لان كان عايز لبس الواد كبري يعني كشكل جمالي في منطقة ما ينفعش اصلا يعمل فيها كده وخبطت في رجل وراحت لللاعب بتاع زميل وراح جايبها فينا هدف مايتكلمش غير على امام عشور امام عشور عمله هوس عمله لوس عمله نوع من انواع الجنان طبعا الم امام عشور مفيش زميل كوه هيقدر ينساه ولكن هم عايزين يجيبه رمضان صبحي ردا على الالم بتاع امام عشور على الرغم ان الرمضان صبحي النادي الاهلي هو اللي مش عايزه والنادي الاهلي هو اللي مش شين او من مش معنى كده مش شين هو لا قال له ساعة واتفكّر ساعة وتيجي مش هندي لك العرض اللي انت عايزه او الفلوس اللي انت عايزها فالنادي الاهل قرر انه هو خلاص يستغنى على الرمضان بعدما رمضان بصل الفلوس اكتر من حاجات كتير فهم عايزين يردوا الصعصعين بخصوص رمضان بدل امام يبقى امام اصاد رمضان ومعاهم عبدالله السعيد ونصر ماهر ويقولك بس احنا خدنا عندك خدنا من عندك ثلاث لعيبة هيوجعوك والرابع رمضان ردا على امام بس ملخص الفيديو حاجتين اول حاجة ان زي ما انت سامحت اشخاص في نادي الاهلي ممكن تسامح رمضان ولكن فيه ناس تجي تقولك لا مع النادي الاهلي ما سامحش عصام الحضري ما سامحش عبدالله عبدالله بس عبدالله السعيد كده كده يعني كان بصص الفلوس اه جي وبكى ورجع وبعد كده النادي الاهلي باع وقرر الاستغناء عنه نهاي ممكن قرار اداري قرار تربوي ولكن في النهاية في بعض الشخصيات زي ابراهيم سعيد زي حسام ابراهيم زي الحضري انت ما سامحتهمش بس فيه ناس تقولك ما انت امام عشور شطم رموز النادي الاهلي وسامحته بس امام عشور ما كانش ضمن ابناء النادي الاهلي اللي تقدر لك كلمة عليه لكن امام عشور ما كانش موجود في النادي الاهلي لكن لما جي النادي الاهلي ولو حاب يعمل زي زي كان السعيد او رمضان فالنادي الاهلي هيستغنى عنه لكن في النهاية النادي الاهلي ادى نادي الزمالك صعين يعني محترمين اول حاجة كهرباء تاني حاجة امام عشور فالنادي الزمالك هيتجننوا عايزين يردوا السعين دولة او التلاتة دولة للنادي الاهلي ولكن لو بصيت لعبدالله السعيد النادي الاهلي ماشي يروح نادي الزمالك ماشي أصلا نصر ماهر النادي الأهلي مشاء نفس الأمر النادي الأهلي مشاء فالناس دي تعتبر رضيف في النادي الأهلي فما تجيش انت تقول لي ان الناس دي هتوجعك أو تقلمك انت لو خدتش النوي نفسه لو خدت أفشى نفسه لو خدت أي لعب من النادي الأهلي ما دام اللاعب مش عايز يعود في النادي وبصل الفلوس مع السلامة بس أنا رسالتي للزمال كوية انتوا جبتوا يعني عربية محملة مليانة لعيبة هل هتقدروا تفوزوا بالدوري والكاس وكاس مصر والسوبر وأفريقيا وتروحوا كأس العالم الأنديع هل هتقدروا تعملوا الحاجات دي بعد الصفقات اللي انتوا عملتوها واللي انتوا أبرمتوها الإجابة هتكون في الفترة قادمة وهنشوف الناس دي في الملعب هتوبقاي والعلمكم طول ما نادي الزمالك مستوى قوي وجيد هتلاقي مستوى النادي الأهلي قوي وجيد هتلاقي مستوى الأنديع الأخرى قوية وجيد على فكرة مش من مصلحتنا نادي الزمالك يكون ضعيف ولقمة سائغة لا يا فندم أنا عايز الزمالك في قمة قوته عشان لما فوز عليه وابقى أنا قوي هبقى أقوى منه لما روح ألعب أفريقيا هبقى ديب أفريقيا وسبعة أفريقيا اللعيبة اللعيبة تيجي قدامي وهفرم هفرم فطول ما نادي الزمالك ضعيف أنا كده مش هيبقى مستوى الحقيقي لكن لما الزمالك يبقى قوي طبيعي النادي الأهلي هيفوز عليه يبقى النادي الأهلي أقوى منه وأفضل منه ومين المستفيد هو منتخب مصر منتخب مصر لما يبقى في قوة ضربة أهلي والزمالك فهيكون لنا الكلمة العليا في أفريقيا زي زمان بس احنا بنقول للناس اللي نفسها رمضان صبح يرجع تاني قلنا في الكومنتات هل تتمنى رمضان النادي الأهلي سمحوا وعفى الله عما سلف ويجي بس بشروط النادي الأهلي ويقدم اعتذار للنادي الأهلي وياخد الراتب اللي النادي الأهلي حددوله والسعر اللي هو شايف النادي الأهلي انه يستحقه دلوقتي في سوق اللاعبين بس في ناس تانية بتقول اللي يسيب النادي الأهلي والنادي الأهلي واقع ما يستحقش انه هو يعود له والنادي الأهلي واقف على رجليه ده دي وجهة النظر انت مع اي واحد فيهم مع ان يعود للنادي الأهلي مرة اخرى ولا مع انك تستغنى عنه انتهى الفيديو اسف جدا للاطالة ما تنساش خويا حبيب الاهلاي وتدعمنا بلايك وشير اول مرة تشوفني اول مرة تخطش قناتي تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما يفوتكش اي الفيديو بينزل على قناتنا وقناتكم وقنات كل الاهلاوية الاهلاوية على اليوتيوب بشكركم مرة واثنين وثلاثة وعشرة كان معاكم اخوكم هيني الشرقاوي وسلام عليكم